ووصل الجيش التونسي اليوم الخامس على التوالي عملية عسكرية واسعة نطاق في جبل الشعانب على الحدود مع الجزائر للقضاء على ارهابيين قتلوا الاثنين الماضي ثمانية عسكريين وسرقوا اسلحتهم ولباسهم النظامي بعدما ذبحوا خمسة منهم وقال التلفزيون الرسمي ان العملية العسكرية تجري في ظل تكتم شديد حول نتائجها من قبل وزارة الدفاع وتقول وزارة الداخلية التونسية ان مجموعة الشعانب التي اطلقت على نفسها اسم كتيبة عقب بن نافع مرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب